اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ وصفتنا عندي بولة فاضية حطيت فيها فصين توم مهروسين وحطيت معلقة كبيرة من المايونيز و3 معالق من الزيت النباتي ممكن تستخدمي زيت زيتون هحط عليهم كمان التوابل بتاعة الشاورمة من كنور انا اول مرة هستخدمها بصراحة وهقول لكم رأيي فيها ايه حطيت معلقتين كده من التوابل اللي انا بقول لكم عليها توابل فتت الشاورمة او الشاورمة الفراخ حطيت كمان فلفل اصمر وحطيت حبهان ناعم هحط كمان معلقة كبيرة من المستردة وهقلب كل الكلام ده مع بعضه وهضف لهم كمان لمونة معصورة وعليها نص كباية ميا وهحط كمان معلقة كبيرة من الكوركم طبعا انا هعمل الكمية اللي انا هعملها هعمل كيلو من الصدور الفراخ يعني المقطعها شاورمة او انا كمان مش قطعتها شاورمة انا حبيت النهاردة ان انا اعملها مكعبات كده صغيرة خالص تمام زي ما انتو شايفين كده التدبيلة بتاعتنا اهيه فيها كل حاجة وبصراحة هي طلعت حلوة جدا وطعمها كويس ولكن انا حسيت انها مصمرة شاورمة بتاعتي شوية غير ما انا بعملها بالتوابل بتاعتي اللي انا بعملها بيها ما يعني هي طلعت طعمها حلو ولكن الملحوظة الوحيدة انها صمرت مع اني انا كمان محطتش الكيس كله يعني هو الكيس ده بتحط على نص كيلو اه فراخ مثلا او بني او الكلام ده انا حطيته على كيلو حطيت معلقتين بس ولكن برضو حسيت ان هي مصمرة شوية ولكن هي بصراحة طعمها مش وحش تمام طب بلتها بقى وسبتها كده شوية اه يعني بتاع ساعة ولا حاجة وبعدين رجعت بقى على طوصة سخنة زي ما انتو شايفين كده حطيت معلقة سامنة وحطيت الشاورمة بتاعتي طبعا مش هننسى نعمل لايك ومش هننسى نشترك في القناة ومش هننسى نفعل زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد خلاص هنا بقى هسيبها لما تنزل كل المية اللي فيها وكل السويل اللي فيها وتنشف خالص وتستوي هنا استويت معايا وبقت بجد يعني مستوية وحلوة قوي يعني هوريكو دلوقتي مستوية خالص ازاي بصي عاملة زاي مش مستحملة هنركينها بقى على جنب وتعالوا نعمل مع بعض الرز علشان هعمل الرز هستخدم توابل ايه هستخدم اتنين مكعب مرأ فلفل اصمر حبهان نعم توم بودر وبصل بودر وورق لورة وكمان بابريكا هقلبهم كده كويس في الزيت شوية صغيرين خالص غسل الرز ومصفيه هنزل بقى بكمية الرز هحط الاول معلقة سامنة بلدي كده تطعام للرز وتخليه حلو طبعا انا هضيف ملح ولكن لما اقلب كده المية بتاعت الرز واشوف علشان انا مستخدمها طبعا المرأة هقلبهم بقى شوية حلوين كده مع بعض هحط الرز هحط بقى كمية الرز كلها وبعدين اقلبه شوية كده وبعدين ابدأ انزل بالمية بتاعته الرز كان طعمه حلو جدا على فكرة يعني التدبيلة دي حلوة قوي ورق اللورة انا حطى ثلاثة وحطى اتنين مكعب لو انت مش بتحب ان انت تستخدمي المكعبات ممكن ان انت تعملي بقى بملح وتوابل وخلاص ولكن انا بصراحة بحب تعمها في الرز حطيت كمية المية وانا مستخدمها رز مصري وحنا عارفين ان كل كباية رز مصري بنحط لها كباية مية اللي بيبقى كويس هنا حاسيت ان هو محتاج مية شوية وبعدين حطيتله هقلبه بقى تقليبة كده وبعدين اغطي عليه واسيبه على النار لما يشرب المية بتاعته وبعدين اغطي عليه ده بقى كان شكل الرز بتاعنا لما استوى خالص هنا هقطع العيش علشان اعمل الفتة او هحمر العيش هنا انا قطعته اعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة يعني اشتراك وفعل الجرز علشان يوصلك مني كل جديد هتلاقي الجرز فرحان ان انت فعلتي وقعد يرقص كده ويرقص حواجبه هنا بقى حمرت العيش كده وهعمل كل الكمية اللي معي هعمل بقى معيكو طبعا احنا كده خلاصة خلصنا كل حاجة الفتة تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطة البرج سلطة البرج هستخدم ايه هستخدم فيها فراخ برضو هحط معلقة كبيرة من البصل البودر معلقة فلفل اصمر معلقة صغيرة توم بودر حبهان مطحون وحطيت معلقة من المرأة الفورية اللي هي البودر هنا بقى هحط كمان معلقة من النشا وحطيت بيضة وهحط كمان معلقة من الخل بس هي هنا ما جاتش ان انا حطيت الخل يعني فلازم تحطي معلقة الخل علشان زفارة البيت وحطيت معلقة النشا وقلبت بقى زي ما انتو شايفين كده وطبعا حطيت ملح ورعيت ان انا حطى المرأة البودر هقلبهم كده وهجب قطع فراخ كده زي ما انتو شايفين متقطع مكعبات مربعات زي ما انتو عايزة المفروض ان انت تقطعيها مش صغيرة اوي ولا كبيرة اوي هسيبها في التدبيلة دي وبعدين ارجع اقليها هحط عليها نشا تاني وانا بقليها ولكن انا هسيبها كده تتبل شوية في الملح والتوابل وبعدين نشوف هنكمل ازاي صلاطة البرج وهي عبارة عن ايه عندي بقى هنا عايز شامي انا جبته فتحته اتنين اعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعالي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد فتحته اتنين زي ما انتو شايفين كده وحطيت كل طبقة في الزيت حمرته بالشكل الرائع ده طعمه حلوي جدا حكاية يعني بجد هنا بقى في نفس الزيت اللي انا حمرت فيه العيش هحط القطع الدجاج دي في النشا وبعدين انزل بيها في الزيت هقليها كلها وخليها على جنب لحد ما اعمل مكونات الصلاطة كلها الصلاطة دي حلوة جدا هتعجبك قوي وشكلها كمان جديد وهتشرفك على صفرتك قدام اولادك او ضيوفي عندي هنا بولة حطيت فيها جزر مبشور وكرومب ابيض مبشور وحطيت كمان بصلايا بشرتها وبعدين غسلتها في مصفة كده علشان مش حايزة البصل يبقى حد قوي فيها هعمل الصوص بتاعها حطيت كوباية زبادي وحطيت معلقتين حلوين مليانين كده من المايونيز وهحط عليهم معلقة كبيرة من الكاتشب وهقلبهم كده مع بعض وهحط عليهم كمان عصير لمونة ورشة ملح بسيطة تمام كده تمام هعصر بقى عليهم اللمونة حط الملح اقلبهم شوية وهاخد منه جزء طبعا انا عاملة كمية يعني هو كتير مش مش قليل هاخد نص الكمية دي احطها على البصل والجزر والاو الكرومب ممكن تستخدمي كمان كرومب احمر برضو بيبقى حلو جدا هقلبهم بقى كويس قوي وخليهم كده على جنب شوية ولو انت محتاجة ان انت تحطي عليها اي حاجة غير اللي انا حطيته ممكن ان انت تحطي يعني توابل اللي انت عايزي ولكن احطيت ملح بس هنا بقى باقي الصوس انا حطيت عليه معلقتين مليانين من الكاتشوب وحطيت زودت عليهم كمان معلقة كبيرة من المايونيز وقلبتهم علشان تشوفوا احنا هنعمل فيها ايه عارفين قطع الفراخ اللي احنا محمرناها هحطها بقى في الصوس ده وهقلبها هحط طبعا كل الكمية ممكن تعملي كده وممكن ان انت لما تحطيها على الشرايح العيش بالشكل ده تبقى ترش عليها الصوس بتاعك ولكن انا بحب ان انا احط كل الفراخ فيها وبعدين هرصها معاكو زي ما انتوا شايفين كده حطيت طبقة العيش وبعدين حطيت الكرومب بقى والبصل والجزر بالتدبيلة اللي احنا حطناها عليهم وحطيت قطع الفراخ بالشكل ده كالطري او قليلي دي بتاعتك هنا بقى هحط الطبقة التانية وهعمل نفس الحكاية انا هعملها اربع ادوار كل واحد يسكن دور شايفين هحط بقى هنا الكمية اللي انا عايزها انا عملت معاكو الدورين دول هكمل لنا الدورين التانيين ودي اخر طبقة كده هرش عليها حبة البركة وهرش عليها سمسم وليك حرية الاختيار في انك تحطيهم او لا الصوص ده طعمه حلو جدا ما خلي طعم الفراخ حلو جدا كمان بتاكليها بقى بالعيش كده مش قادر اقولك على جمالها بتاكلوها ان شاء الله بالفة هانا وشيفة لما تجربوها وتقولول لي رأيكم في الكومنتين شكلها حلو ازاي روعة تعالوا بقى كمان نشوف فتت الشاورمة بعد ما غرفتها طبعا انا عملت معاكو فتت الشاورمة باللحمة قبل كده وعملت كمان بالفراخ بتدبيلتي انا النهاردة جربت تدبيلة جديدة وقلتلكم الملحوظة اللي انا لاحظتها هي حلوة وطعمها حلوة لكن انا حسيت ان هي مصمرة قطع الدجاج بتاعتي انا لما بعملها بالتوابل بتاعتي مش بتبقى صمرة قوي كده قدمت بقى معاها صوص بالشكل اللي انتوا شايفينه بتعجبكو وما تنسوش اللايك والكومنت الحلو اشوفوا الشوكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكنت معاكم مونة الشازلي